ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي تحت شعار تراث العالمي في الشارقة أطلق معهد الشارقة للتراث مساء الثلاثة فعاليات أسبوع تراث جمهورية أندونيسيا بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز لمسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وعدد من المسؤولين وتستمر الفعاليات حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري كأنها رحلة ممتعة عبر الزمن لعيش مغامرة تراثية تعزف لحن السحر والجمال في ربوع اندونيسيا ولكنها ليست هناك بل هي في قلب الشارقة النابضي بعبق التراث فمع افتتاح أسبوع التراث الاندونيسي امتزج التاريخ بالموسيقى والأزياء التراثية والرقصات التقليدية ما يلفت الانتباه بأن كثير من الحرف الاندونيسية التي تم تطويرها قد تم اعتمادها في منظمة اليونسكو وهذا يدلل على قوة الحرفة وقوة أيضا تأثيرها الثقافي أيضا يلفت الانتباه اعتزاز الاندونيسيين بتراثهم الإسلامي وتأثير اللغة العربية عليهم لأسبوع جدا مميز وفيه كثير من الورش وتم حجز كثير من المقاعد في الورش مسبقا نحن اليوم متواجدون في الشارقة عاصمة الثقافة وقد أحضرنا الثقافة الاندونيسية من المأكولات الشعبية إلى الوسائل الكتابية والحرف اليدوية وللشرف التواجد ودعم أسبوع التراث الاندونيسي في الشارقة في البيت الغربي يقوم الزوار برحلة تراثية لأزياء اندونيسيا التقليدية وتذوق المأكولات التراثية والتعرف على الحرف التي تعكس بمجملها عراقة حضارتها الباتك هو فن من الفنون الأكثر شعبية بتزيين القماش بالشمع والصبغة وهو أحد الفنون التي ستتعرف عليها عن كثب في أسبوع التراث الاندونيسي حرفة الباتك من الحرف اليدوية التي عاملت عليها النساء منذ زمن طويل حيث يتم تطبيق الشمع على القماش كله عن طريق رسم النقاط والخطوط بأداة صنبور تسمى كانتينغ والتي تؤكد على رقي هذه الأعمال الفنية